تموين بالطواز وجهة صباحية لسكان المنطقة الأكثر احتياجاً للاستفادة منها حيث تتوفر المواد القذائية الأساسية من أرز وسكر وزيت وغيرها من المواد المستهلكة بأسعار مخفضة سعياً إلى أن تناسب القدرة الشرائية للمواطنين مقارنة مع أسعارها في السوق وهو ما جعلها قبلة للكثيرين من المواطنين هنا وضو كيلين من مارو يومية وليتر من دلوين وذلت كيلوات من القمح وكيل من الصق كل نهاء يقير هذا ندوره لمزيد ندورهم يزيدون هذه النسبة ما هي ياسرة ونحن ندوره نعانوا منه لا قدرت النسب ندورهم يزيدون هذا والله هي حتى من قارنهم مع المارسة المارسة دلوين جريكان خمسة نشره بأربعة ألف ومارو سجيبتو خمسة عشر ألف والسكر ملي بخمسة عشر ألف سجيبتو وهذا هويين حتى مع المارسة قلنا نختاره زياد القائمون على هذه الدكاكين يتبعون خطة تمكنهم من تسيير عملية البيع بطريقة يستفيد منها أكثر عدد من المواطنين المستهدفين بوتيقنا هذا عنده بليدات متباعدي بعد الشي 12 كيل منه خارقة بليدين قالها قادير بعيد 12 كيل والعوينة هذا كامل تابع للبوتيق ومتباعدي وعد لنا الحاكم خطة جزاء الله خير عندنا النسبة لمارقة يوميا ذيك 30 لتر من دلوين وخمسة وعشرين كيلة من السكر وذلت زقايب من القمح وزقايبة من مارو نمرقوها الحي وتسهم دكاكين التموين هنا بشكل كبير في دعم القدرة الشرائية للسكان والرفع من المستوى المعيشي لما يتوفر فيها من مواد أساسية بأسعار مخفضة مقارنة مع سعرها المرتفع في السوق لقناة الموريتانيان في سشكونا مدينة أطار